طيب الأستاذ عواطف إسماعيل وأنا حبيب أختي متعليقات المشاهدين بدا دكتور عام بتقول طبعا البركة في الأمانة والوضوح طبعا بلا شك البركة في الأمانة والوضوح والشفافية لكن الكلام اللي تأصل عند الناس إن الزوج اللي ما بيقولش مرتبه ده سوج غدار وخاين ده ما ينفعش إن البيوت تتأسس عليه هو لو طلبت منه إنه هي تعرف الأفضل إنه هو يقولها وإذا كانت هي دخلة في دور التشكيك مش هينفع إنه هو ما يقولهاش لإنه هي هتفضل لغاية ما تعرف يبقى الأفضل إنه هو يقولها بس أنا هايزا أقول لها حضايك حاجة بما إنه إحنا بنتكلم في الواقع اللي عندنا ده إذا هي سألته هو هيقول لها برقم أقل وبعد كده إيه اللي حاصل وهي هتحس إنه هو ما ألهاش الرقم الصحيات طبعا أنا هزا أسأل سؤال هي الستة لما بيبتسأله وهو بيقول لها الرقم هي بتصدق إنه هو ده الرقم ولا هو هنطلبها إنه هي يقدم أوراق ثبوتية لي بياخد كده لا إحنا على فكرة على فكرة لا 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 يبقى إحنا مش هنرجع لما أبدأ الثقة هو ده اللي بيحصل إنه إنه بتطلب منه في بعض الأحيين معقولة آه والله أنا بحلف بقول لا بيحصل كده في بعض الأحيين في بعض الأحيين أيوة هو بيقبض كان موحضيك إحنا لو بنتكلم على إنه إحنا تبقى لكم في المفتوى؟ أه طبعا بيحصل عندنا يقول لي ينفى ينفى يا دكتور عمر ييجي يقول لي كده دي مخوناني في كل حيات ينفى يا دكتور عمر إن هي تطلب مني مفردات مرتب وأنا رايح أقدم من رايح أقدم على قرض من البنك